اشتركوا في القناة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عباد الرحمن أحمد الله حق حمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن عباد الرحمن جمعوا كمال الخصال جمعوا طيب الفعال جمعوا مكارم الأخلاق إنهم أصحاب بر وخير وفضل في معاملة الله عز وجل وفي معاملة الخلق لذلك ذكر الله جل وعلا في صفاتهم ما يبين كمال خصالهم في علاقتهم بالله عز وجل وفي صلتهم بالخلق فليس ثم تنفصال ولا انفصام بين الخلق الذي يتعامل به المؤمن مع الخلق والخلق الذي يتعامل به مع الخالق فإن ثم ترتباطا وثيقا بين طيب الخصال في صلة العبد بربه وطيب الخصال في صلة العبد بالخلق ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مسند إمامي أحمد بإسناد جيد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق والأخلاق هنا بمفهومها العام الشامل الذي ينتظم كل خصرة كريمة وكل خلق فاضل وكل سجية صالحة سواء كانت في معاملته العبد لربه أو في معاملته العبد للخلق ولذا لا تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل دعوته كان يأمر بصرة الأرحام وبإغاثة الملهوف والعفاف وغير ذلك من الخصال الكريمة التي تنتظم صلاحة ما بين الإنسان وغيره وإن صلة الإنسان بالناس لا بد أن يعتريها ما يكدرها فالناس مجمولون على أنواع من الخصال التي تحملهم على الاعتداء تحملهم على التقصير تحملهم على الظلم ومقابلة هذه الخصال بأمثالها قد يفضي إلى ما يكون سبباً للشر بين الناس فلهذا ندب المؤمنون وعباد الرحمن إلى الكمال في معاملة الخلق بفعل ما تقتضيه المصلحة من العفو والصفح والإعراض عن أهل الجهل والخطأ قال الله جل وعلا فمن أعفى وأصلح فمن عفى وأصلح فأجره على الله وهذا يبين أن العفو المأمور به إنما هو مقيد بالإصلاح فإذا كان العفو يفضي إلى الاستطالة يفضي إلى الفساد يفضي إلى تضيع الخير وتكثير الشر فعند ذلك لا يكون العفو مأموراً به إنما يؤمر بالعفو إذا كان صلاحاً من خصال أهل الإيمان وعباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في محكم الكتاب ما ذكره في آيات سورة الفرقان في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً أي إذا تكلم معهم أهل الجهل والجهل يحمل على عدم الإحسان في القول وعدم الإحسان في العمل وإنما ذكر جل في علا الخطاب في هذه الآية لأن الخطاب أهوى ما يصل الإنسان من الإساءة وإلا فقد يصل إليه إساءة فعلية فيكون الإنسان إذا قابل القول بالسلام فإن ذلك يحمله على الكف عن مقابلة الإساءة بمثلها بل الله عز وجل أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن وأن يدرى بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة إذا كأنما هو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وهذا يدل على أن الدفع بالتي هي أحسن سواء كان قولا أو كان عملا أو كان فعلا هو مما يحصل به الخير للإنسان ويندفع به عنه إساءة ويندفع به عنه شر لا يرد على خاطره في كثير من الأحيان الله جل وعلا يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فمن الجاهلون؟ الجاهلون هم صنفان من الناس الصنف الأول هم الذين لا يعلمون فتصدر عنهم أفعال جهل عن غير علم ولا وعي ولا إدراك ولا بصيرة وهذا حال كثير من الناس في معاملة من الخلق يجهلون ويقعون في الخطأ لكن ثم تنوع من الجهل وهو الخطأ المتعمد وهو فعل ما يريد به الفاعل الإساءة مع علمه بأن ذلك إساءة وخطأ وهنا يكون هذا أعلى ظلما وأكبر خطأ وجرما من ذاك الذي وقع في الخطأ عن غير علم أو وقع في الجهل عن غير معرفة فإن ذلك أدنى منه منزلة في كلا الحالين ندب الله تعالى أهل الإيمان وذكر من خصال عباد الرحمن أنهم يقابلون الإساءة بالإحسان وذلك قال جل في علمه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قولوا جل وعلا قالوا سلاما ليس المقصود به هذه الكلمة بعينها بل المقصود أنه لا يكون منهم قول يحصل به إلا السلامة لمن يسمعه والسلامة تتضمن كف الأذى عدم مقابلة الإساءة بمثلها بل تقتضي أن يحلم الإنسان عن من جهل عليه ويكف غضبه ولا يستجيب لتلك الاستفزازات التي صدرت من الجاهل في معاملته فحملته على أن يتكلم بالكلام السيء فلا يقابل المؤمن تلك الإساءة بمثلها هذه مرتبة علو وفضل ومنزلة سمو وارتفاع لكن أذن الله جل وعلا لأهل الإيمان أن يعاقبوا من أسائرهم بمثل ما صدر منهم ولذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها ما لم تكن محرمة في ذاتها فإذا سب الإنسان سبة تتعلق بوصف له بالقبيح وليس فيها تحريم كلا عن الوالدين مثلا أو القذف وما أشبه ذلك من الألفاظ و الأمور المحرمة لذاتها فإنه لا بأس أن يقابل الإساءة بالإساءة و هذا نوع من السلام لأنه لم يتجاوز لكن كمال السلام هو أن يحلم و لهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قال حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا حلماء أي أصحاب حلم فإذا جهل عليهم لم يحلموا و لذلك ينبغي للمؤمن أن يفعل هذه الخصلة في سلوكه فالحلم هو أن تكفى نفسك عن الإساءة و عن الخطأ و أن لا تكافئ المخطئ بخطأه و أن تقادر على مكافأته و مقابلته احتسابا للأجر و صبرا على الخطأ و أملا في أن يرتدع الظالم عن ظلمه بما تعامله به من إحسان و فضل و قد أثنى النبي صلى الله عليه و سلم على الحلم الذي يحمل الإنسان على أن يقابل الإساءة بالإحسان فجاء رجل من بني عبد قيس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم و الأنات الحلم هو أن تكفى إساءتك عن من أساء إليك مع قدرتك على مقابلة الإساءة بمثلها و لا تعجل في المعاقبة لا تعجل في المؤاخذة هذا من الخصال الحميدة التي يحبها الله تعالى و هي إما أن تكون جبلة و إما أن تكون كسبا و من كان مجبولا على ذاك فقد يسر الله تعالى له الفضل الذي يبلغ به منزلة سامية بأن يكون من عباد الرحمن و إن كان من الصنف الآخر و هو الصنف الذي ليس عنده حلم فعليه أن يتخلق بالتحلم التحلم يكسب الحلم و يعكس على النفس هذه الخصة الجميلة لذلك ينبغي للمؤمن أن يتحلم و نحن في حياتنا نواجه استفزازات كثيرة سواء كان ذلك من الأزواج من الأولاد من الأقارب من الأصحاب من عامة الناس في الطرقات فإذا استجاب الإنسان لكل استفزاز بالانفعال كان ذلك مهلكة لنفسه و متعبة له و كان ذلك مفضيا إلى أنواع من الشر في صلاة الناس و علاقاتهم و قد وجه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً جاء يشكو قراباته بأنه يصلهم و يقطعون و يحسن إليهم و يسيئون إليه و يحلم عليهم و يجهلون عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل و لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فمن تخلق بهذه الخصال و اتصف بمقابلة الإساء بالإحسان و بالحلم عن الجاهلين و الحلم على أصحاب الخطأ كان ذلك مما يجعل العاقبة الحميدة له بعلوه على خصمه أسأل الله عز وجل أن يرزقني و إياكم طيب الخصال في الظهر و الباطن و أن يجعلنا من عباد الرحمن و عباد الله الذين هم أولياؤه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم عباد الرحمن أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عباد الرحمن من هم عباد الرحمن و ما أوصافهم في القرآن الكريم كيف نصبح من عباد الرحمن الصالحين و ما أبرز صفات عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ترجمة نانسي قنقر